يسعد لي أوقاتكم أنا سبق وحكيت عن البنات اللي عندهم لا موبالاة بس اليوم رح أحكي عن الأمهات اللي عندهم لا موبالاة مطبيعية أول شي بحب أقول لكل أم أنت الله أكرمك بنعمة غيرك كتير فائدة اللي هي نعمة الأمومة و الله لا يحرم حد الدرية قوله آمين أولادك مسؤولية وأمانة برأبتك فحافظي عليها الأمانة وخاصة لما يكونوا أطفال ما تفكري بس الأمومة أنك تحبلي وتخلفي وترضعي الأمومة أكبر من هيك بكتير لا اهتمامي اللي بتعطيه لطفلك هو صغير ما رح ينساوه هو كبير بتستغرب بكتير أمهات عندهم لا موبالاة مطبيعية بتكون الأم ماشية بالسوق وترك أولادها وراها وبتنسى إذا إلا أولاد ماشين معاها طيب وفرضي هالولاد ضاع وفرضي إنه ندعس لا سمح الله خلي عندك شوية حذر وشوية انتباه لأولادك هذول صغار ما بينتركوا لحالهم ما عليهم أمان لما بدك تطلعي عالسوق وتطلعي أولادك لصغار معاك تضلي ماسكة إيدك بإيدهم تخليهم تحت عينك موتوا تركيهم وتمشي وفي أمهات بكونوا حاطين أولادهم بالشبابيك على أساس إنه الحماية آمنة والله حرام تكون أم اللي بتعمل هيك وهذا الموقف شايفته أكتر من مرة بتقول للأم سكر الشباك وتاركته بالشباك وطبعا إذا وقع الولد من الشباك مو داري عنه عزيزة الأم بحب إليك إنه الحماية مو آمنة ويمكن بأي لحظة يصلت من هالطفل ويا مولاد وقعوا من الشبابيك يا أما نشلوا يا أما ماتوا ويا أما صار معهم إعاقة دائمة وإنتي عم تطبخي كمان لا تفوتي ولادك لصغار معاك على المطبخ ويا مولاد محروقين بالزيت من وراء الإهمال وفي كتير أمهات بيتركوا ولادهم لصغار بالبيت وبيطلعوا يعني أنت يمأمني على طفل عمره 6 سنين أو 7 أو 8 أو 10 هدول ما بينتركوا يعني الأطفال بيخطر على بالهم أي شي يمكن يحرقوا البيت يمكن يلعبوا بالغاز بالكهرباء أنا مستحيل إطلع من البيت وأتركوا ولادهم لصغار لحالهم إذا ما عندهم حدا واعي وكبير توقع سمعتوا بقصة الولاد اللي الحرقوا بعمان لما تركهم أبوهن ونزل يجيب شوي تغراض ورجع لقاه المحروقين طبعا الأم كانت طالعة ومخلي الولاد عند أبوهن يعني الأطفال مو مسؤولية الأم لحالك كمان كمان مسؤولية الأب ومثل ما في أمهات عديمين مسؤولية في كمان أبهات عديمين مسؤولية وأنا ما بجلطوني غير عديمين للمسؤولية ولما تكوني عديمة مسؤولية أكيد رح يكون ولادك وسخين مأملين لا نظافة ولا اهتمام وبعدين لما بتزوري عند العالم ومعاكي ولد صغير علمين نظافة وعلمين الأدب مو يأكل ويمسح بالكنب ولما تغيري له حفوته عند العالم وبعدين تكبيها عننا والريحة تقتلنا وتضلم عشقه بالبيت يومين كوني مزوقة ويحملي فوطة ابنك معاك وخديها معك لأنه الريحة لا تطاق ونحن مو مضطرين نشوم الرواحة العطرة من بعد ما تروحي حضرتك وتاني شي يجي بشغلة معك تحطيها تحته لأنه السجادة رح ننقاحها بالكلور من بعد ما تروحي وإذا أنت متعودة تغيري لابنك وما تحطي شي تحته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة